وقد ثبت ذلك أمام الجزائرين أنتم أرباب الإرهاب أنتم أجرم المجرمين نحن نتحداكم في كل حين أن تثبتوا شيء واحد نحن دعاة اللاعنف نحن دعاة السلمية وستظل حركة رشاد كذلك ستظل كذلك في وضوح الرؤية وفي وضوح الصورة وهي دولة مدنية مشي عسكرية هذا الهدف والوسيلة بالطرق اللاعنفية بالطرق السلمية والطريق مع كل أحرار البلاد من يريد التغيير بحق أما السفهاء أما المخادعين أما الماكرين سواء كانوا معنا أو كانوا مع الآخرين فأنهم يتسقطون في الطريق لأن الطريق طويل ولا يثبت فيه إلا الثابتون لا يثبت فيه إلا الصادقين الثابتين بحق طريق طويل وأسمى هذه الأيام كلام من شعار فرشاد وانقسمة ليس هناك قسمة فرشاد ورشاد ماضية بكل ما فيها وكون فلان أو فلان يغير مكانه من الأمانة إلى المجلس مثل ما حدث معي ومع أخونا عباس عروة فهذا ليس بدعا بالعكس نحن نعطي مثال ونعطي لأنه قيل لأنه خرج بعض السفهاء يقول لك آه حركات رشاد وفيها انقسام وخلافات ولا أدري ما نش عارف واش سفهاء وبعضهم عملاء نعرفهم يعني بالأدلة ونحن لا نقول هذا الكلام هكذا فقط يخرجون يقولون أي كلام مش فهمين أن هذه الحركة هي حركة تريد أن تقدم أولا هي حركة قالت أنها لا تسعى إلى السلطة وإنما إلى تغيير العصابات وإلى قيام دولة مدنية ثانيا أن بعض قادتها مثل مورد هنا أو عباس عروة أو آخرين أو رشيد مسلي أو أنا أو خاصة المؤسسين قالوا منذ البداية أننا لسنا طلاب سلطة حتى وإن كان من حقنا ككل جزائري وأن لن ننافس أحدا على السلطة إنما نريد قوة المجتمع ودعم المجتمع empowering the society بعبارة إنجليزية تمكين المجتمع أن تكون الدولة في يده وأن لا يكون عبد عند الدولة لا يكون الشعب عبد عند الجنيرالات لم يفهموا أن هذه الحركة ممكن مؤسسها يصبح في المجلس الوطني ويترك الأمانة عادي ومن هو في أنظمة قبل سنتين ممكن أن يكون في الأمانة نعم هذا هو الطريق نحن نقدم مثال كيف أن الناس لا تبقى في المناصب ولا تهيمن على المنصب طول الوقت وهم يعرفوا خوتي هذه في الحركة والله طلبت في 2015 أنا والدكتور عباس عروة كلانا طلبا أن يغادر الأمانة وكان معنا الأخ ثالث قابلوا أن يغادر لكن قال لك ما تغادروا كلكم مرة واحدة في 2015 كنت طلبت أن أغادر الأمانة وأن أبقى في المجلس فقط وأن نترك مكاننا لآخرين لأن الحركة التي لا تتجدد وتبقى نفس الوجوه أنا شايفين مثلا بعض الأحزاب خذت على هذه الوزاح النون وأنثالها ثلاثين سنة نفس الوجوه لا نحن نريد أن نرجع خطوة إلى الوراء وبالعكس الأمانة بالنسبة إلي كانت ثقة كبيرة جدا لأن فيها اجتماعات ولقاءات واتصالات وأنا أقوم بدور آخر وهو دور تحريض الشعب الجزائري على الاستقلال على تقرير المصير على الدولة المدنية فكنت سعيت في الفترة الأخيرة وقلت لإخواني بأنني أريد أن أغادر الأمانة وكذلك أخونا عباسه فغادرنا عادي وراء المشكلة أما بعض السفهاء الخبثاء فرحوا يبنون منها قصص ومن إش عارفوا خدمة مخابرات كان ثورة مضادة وهذه بعض المواقع اللي شاريينهم يتكلمون في هذا لا لا حركة رشاد بينا ولا بلا بينا ستستمر وفي الاتجاه الصحيح والحمد لله نحن أعضاء في مجلسها الوطني وإذا رأوا أخواني بعد سنة وسنتين أو عشر سنوات أن أعود إلى الأمان أو كان ظروفي تسمح بذلك ساهد وإلا سربما أذهب حتى أخرج حتى من مجلس الوطني إلى أن أكون عضو عادي نحن لا نقدس الأشخاص إنما نحترم تاريخهم نضالهم مقاومتهم ثباتهم ولكن في نفس الوقت نعرف ونعمل بمعنى الحقيقي للشورى والديمقراطية نحن نجمع بين قيمتين أساسيتين قيمة عقلية وصل لها الغرب هي الديمقراطية وقيمة إسلامية أنشأها المسلمين وهي الشورى وهذه القيمتين تقدر تذهب بنا بعيدا إذا جمعنا ما بين قيمنا وما لدينا من زاد قوي وعظيم كمسلمين ثم تعلمنا أين وصل الآخرين بعقولهم وأفكارهم وتنظيماتهم فممكن أن نجمع هذا مع ذاك فقد نبدع شيء أفضل حتى مما عند الغرب وهذا الذي نسعى له ما إنه فقط بهذه بالنسبة لإخواننا لبعض ربما إخواننا في حركة اللي هما متعاطفين أو محبين أو حتى متابعين فقط لا حركة رشاد أقوى مما كانت وإذا كان واحد منها استقال أو واحدة استقال فهذا طبيعي يحدث في كل حركات وكما يستقل واحد يجيو خمسين وبالعكس نحن في هذا الوقت مش في طلبات كثيرة جدا لا نرد عليها لأننا في ظروف خاصة وحساسة والهدف ليس الحركة إنما الهدف هو إنقاذ الجزائر الهدف هو استقلال البلاد الهدف هو بناء دولة بحق دولة العدل والحق والقانون ترجمة نانسي قنقر